بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايه زيك يا بنات عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا دايما بخير النهاردة هنعمل ايه يا مصمر النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض خلطة المحش هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتنال اعجبكو هتجربوا الطريقة بتاعتي وهتعجبكو هتعتمدوها على طول طريقتها سهلة وجميلة جدا وان شاء الله هتبقى طعم مختلف في المحش هنجرب الخلطة بتاعتنا طريقتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش هتتعبك ولا اي حاجة زي ما انتو شايفين طريقتها شايفين الخلطة بتاعتنا جميلة جدا مع بعض هنبتدي بقى نسمي الله وانشوف هنعمل خلطة المحش هنسمي الله ونبتدي كده زي ما انتو شايفين يا بنات معايا بصلايا كبيرة فرمتها في الكبة فرمتها مش نعمة اوي يعني زي ما انتو شايفين كده ومعانا معلقة سمنة ومعانا ربع كباية زيت ومعايا هنا زي ما انتو شايفين سيمين من حتة حيشها من اللحمة كده قلت حطها في المحش تخلي المحش طعمه جميل هتسيح معانا دلوقتي مع البصل وهنبتدي نحمرها كده تحميرة تكون بنية شايفين يا بنات انا عايز اللون البن ده هتخلي المحش بتاعي طعمه جميل وشكله جميل ولونه جميل برضه هنبتدي نسمي الله كده وناخد اللون اللي احنا عايزينه وهننزل بعصير الطماطم الطماطم انا فرمى معاها ارنشطة احمر وفصين تون زي ما انتو شايفين كده يا حبيبي هننزل بعصير الطماطم بتاعنا وهنسيبها بقى نقلبها تقليبها كده وهنسيبها تتسبك لما ناخد منها القوام المطلوب لما تتجانس خالص وتدينها القوام السميق وتبقى تقيلة خالص مش عايزينها تكون فيها مية قالة زي ما انتو شايفين نسيبها وبعد كده هنشوف هنكمل ازاي مع بعض فغطى عليها واسيبها كده مع نفسها ونشوف بقى الكورومبة بتاعتنا الكورومبة بتاعتنا يا بنات انا مش هقطعها انا شلت الراس بتاعتها وعندي مية بتغلي معلقة ملح ومعلقة كم ونفو المية وهبتدي اسقط فيها الكورومبة بتاعتي وسلقها هتبتدي تفك مني طبقة بطبقة وهنسلقها على طول مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود زي ما انتو شايفين كده حبيبي هنسيبها تقلي ونبتدي نخلع منها الطبقة اللي تسلق كويس ونبتدي نشيلها هي مش هتاخد وقت الكورومبة بتاعنا مش هاخد وقت في السليم وزي ما انتو شايفين خلطة المحشي بتاعتنا او التسبيكة بتاع المحشي احنا لسه ما احط ناشو الخضرة والحاجات بتاعتها زي ما انتو شايفين كده ابتدأ تتجانس معنا شايفين يا بنات ده الكووم اللي انا محتاجة شايفين تجانسة خلاص ده الكووم المطلوب للمحشي او لخلطة المحشي شايفينها ما شاء الله جميلة شايفينها احنا عملنا قبل كده نيف ني برضو كانت سهلة وبسطة برضو والطريقة دي برضو ان شاء الله هتعجبكم معانا هنا الخضرة بتاعتنا شابعة طبق دونس ومعانا تلت بصلات كبار مفرومين وملح ومعانا التوابل بتاعتنا مكعبين مرأة ومعانا التوابل بتاعتنا السبع بوهرات معانا بصلة فرماها ناعم زي ما انتو شايفين في الكبه والخضرة بتاعتنا هنبتدي ننزل زي ما انتو شايفين كده ونقلب خلطة المحشي كلها مع بعض وتبقى كده الخلطة بتاعتنا جهزت معانا بكل سهولة سهلة وبسطة جدا خالص يا بنا جربوها بالطريقة دي سدقوني هتبقى مختلفة وهيبقى طعم مختلف جربوها وان شاء الله هتنال اعجابكم شايفين منظر الخلطة ما شاء الله جميلة وسهلة وبسطة جدا حابا يبقى لبم مصمر لو وصلتم معايا للنقطة دي ما تنسو ناش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بتنزل على القناة ولو قال مرة تدخل القناة ما تنسش تشتركي حبايب قلبي اللي بدخله يشاهدوا الفيديو وانسوا يحطوا اللايك والاشتراك اشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله اي فيديو انزله بازن الله يوصل لكم ودي كانت خلطة المحشي بتاعتنا النهاردة يارب تعجبكم وتنال اعجابكم سهلة وبسطة جدا قربوها بالطريقة دي يا بنا طريقة مختلفة بجد ان شاء الله هتنال اعجابكم وعندنا الرز غسلنا وصفناه خالص من المياه وهنبتدي بقى احنا عالفانا المحشي مع بعض قبل كده كم مرة شايفين بسم الله ما شاء الله ما اخدش وقت خالص ولا مجهود وخلصنا وعملنا احلى والاز اه حلة المحشي على السريع بخلطة مختلفة وطريقة مختلفة وان شاء الله هتنال اعجابكم انا بقى كنت متابلة فرخة هخلص بقى المحشي واشو الفرخة وكده هنعمل برضو لسان عصفور شربة لسان العصفور وكده الغدا بتاعنا جهز بسهولة وبساطة والموضوع سهل وبسط جدا البنات اللي بتاع تقول المحشي صعب المحشي بياخد وقت لا ما فيش اه صعوبة ولا حاجة جهزة حكتك وخل حكتك كلها جاهزة هات الان موضوع معاك سهل وبسط جدا وده المحشي عمالناه عمالناه بكل سهولة وان شاء الله ينال اعجابكم حبيب قلبي حبيبي بقى اللي بيسألوا علي دايما شكرا لكم والف شكرا ان انتوا دايما فاكريني وانا برضو فاكركم بجد والله بس الظروف بتبقى اقوى اقوى مني ان انا ما نزلكش فيديوهات دايما وان شاء الله على تواصل مع بعض دايما على القناة وبرضو على الخاص باذن الله وزي ما قلتلكو احنا عملنا المحشي قبل كده نيف نايا عادي ما فيش مشكلة ممكن نفرم الطماطم وعليها نفرم البصل ونحط عليها الطماطم والخضرة والتوابل بتاعتنا برضو سهلة وبسطة جدا برضو بس الطريقة دي بجد يا بناك جربوها ان شاء الله هتنالي اعجبكم وهتكون سهلة وبسطة جدا وسالق الكرومبة عادي كرومبة تحوشي الراز بتاعتها وبعد كده تسقطيها في المية السخنة وتبتدي تقلبيها بهدوء خالص وتبتدي تفك الورقة هيفك كده كده الواحدة هتبتدي تشيل طبقة 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 هتلاقي سلقتي الكرومبة بكل سهولة مش هتاخد منك وقت ولا مجهور وهتبقى سهلة وبسطة جدا معاك وخلطة المحشي بتاعتنا زي ما قلتلكوا جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتنالي اعجبكم طريقتها سهلة وبسطة جدا وان شاء الله هكون طعمها مميز ومختلف جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم ويا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته